بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تمارين على إعراب الأفعال أيضا الصفحة نفسها التي درسناها في باب الأسماء ندرسها في باب الأفعال فإن كل صفحة في القرآن تحتوي إما على أسماء أو أفعال أو حروف سنختار بعض الأفعال من هنا وننظر إلى موقعها الإعرابي وعلامة الإعراب إذن الموقع الإعرابي من حيث رفع نصب جزم وعلامة الإعراب يقول الله تبارك وتعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين طبعا أنجيناه هذا الفعل الماضي لا علاقة له به وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تعلمون فعل مضارع إن كنتم تعلمون تعلمون فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق لا بأداة نصب ولا بأداة جزم ما علامة رفعه إذن نقول هنا مرفوع ما علامة رفعه علامة رفعه هنا ثبوت النون لماذا ثبوت النون لماذا لأنه من الأفعال الأفعال الخمسة أيضا إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم لاحظ معي هنا إخبار مجرد الإخبار الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم ألا هنا نقول أنها لا نافية نافية يعني خبرية ليست طلبية وبالتالي الفعل المضارع بعدها ماذا اللي يتملكون أو يملكون مرفوع وهو نفس إعراب هذا الفعل هو مرفوع لأن الله هنا لا تعمل لا يملكون لكم رزقا فابتقوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب إن تكذبوا فقد كذب لاحظ معي هنا أسلوب شرط إذن تكذبوا نسميه نقول فعل الشرط مجزوم بإن ما علامة جزمي هنا نقول حذف النون لماذا حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة فهو متصل بواو الجماعة أولم يروا وإن تكذبوا فقد كذب أمم ممن قبلك ممن قبلكم أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا أولم هذه لم الجازمة أخذناها في أدوات الجزم يروا نقول فعل مضارع مجزوم مجزوم بماذا؟ مجزوم بلما علامة جزمه حذف النون لماذا حذف النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة إذا اتصلت به واو الجماعة أولم يروا كيف يبدئ 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 فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم لماذا رفع؟ لأنه لم يسبق ليس قبله ولا ناصب ولا جازم إذن نقول مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره يبدئ يبدئ الخلق ثم يعيده 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 ثم يعيده أيضا مرفوع ومرفوع بالضم الظاهر على آخره هو مكوم من كلمتين يعيد والها أيضا يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء أيضا يعذب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره هذا الطرف من الأفعال الموجودة في هذه الآيات وهذا هو محلها الإعراب وعلامة الإعراب في كل فعل انتهينا من باب إعراب الأفعال والأسماء ننتقل إلى باب آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته